طيب لما نرجع نتكلم في ملف الإعلاقة بالمنديال الأندية وعلى فرق كلها عالمية ومشاركات تاريخية سواء على المستوى الأوروبي أو الإفريقي أو أسياوي أو حتى على مستوى كافة القرات النهاردة لما نتكلم على 8 مجموعات قرعة اتعملت في أمريكا يوم الخميس الماضي ونشوف شكل المنافسة إزاي ونشوف شكل مجموعة النادي الأهل إزاي كل ده بالتأكيد هنأتناول دلوقتي في حادثنا مع الكابتن فتح مبروك اللي بالتأكيد أول ما بص على القرعة كده قالك إيه الماضيات دي تخض لا مش تخضي قوي يعني قال لي إيه الماضيات دي وإيه القوة دي وإيه يعني حاجة ممكن آه من قوة المباريات ممكن تتخض في بعض الماضيات اللي هتتشاف لكن في نفس الوقت كمان لا في مشهد جديد علينا كلنا كابتن فتح أنت روحت كاس عالم روحت كاس العالم 90 90 في إيطاليا بالزبط أنا وكابتن محمود الجوار رحمة الله عليه إحساس كاس العالم والمشاركة واللبف كاس العالم مش أقول كالعيب بقى لا كمدرب أو كجهاز فني بتبقى إزاي لأنه ممكن تكون مختلفة عن اللعب لأ ما مختلفة طبعا أنت كمدير فني النهاردة أو كمدرب عام مع كابتن محمود الجوار رحمة الله عليه يمكن أنا برضو كنت بتابع المبارات دي وبتابع المجموعة اللي كانت معنا طبعا معنا هولندا معنا إنجلترا وإيرلندا وأنا كنت بروح يعني كنت بروح كابتن محمود الجوار ربعتني إيرلندا إيرلندا عشان أتفرج على الروسيا وإيرلندا لأن إيرلندا كانت مبهامة بالنسبة لنا مش واضحة قوي يعني إيرلندا كانت معروفة إنجلترا معروفة بالنسبة لنا إيرلندا بس الوحيدة اللي ما كانتش معروفة بالنسبة لنا فرعت إيرلندا فرقت إيرلندا وقلت له أصعب فرقة هنواجهها في المجموعة دي إيرلندا أصعب فرقة أصعب فرقة لأن كرة بتختلف يعني كرتهم بتختلف كانوا برضو بيلعبوا كورة طويلة بيلعبوا النهاردة في ويل بيلتو كلهم ما شاء الله فدي الحاجات اللي كانت دائما بنفكر فيها بنفكر فيها النهاردة ازاي كيفية موجة ايرلندا في مباراة في كاس العالم يعني انجلترا خلاص معروف اسلوبة هولندا معروف اسلوبة ولكن ايرلندا اللي كانت فرقة صعبة جدا جدا بالنسبة لنا بدليل حتى المدير الفني ممكن ايامها اتخرج بعدها جابت صريح قال لك انا ما شفتش فرقة في العالم بالدافع زي المنتخب المصري رغم ان المباراة دي كان المنتخب المصري ومنتخب ايرلندا في اشد الاحتاج للفوس اشد الحاجات اللي برضو كانت زي ما قلتلك كانت مصري صعبة اوي 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 يعني كنا عاملين حساباته وتقرير يمكن الريبورت عملت له الكابت محمود الجواري ساعتها قلت له اصعب فرقا وجهها ايرلندا ليه ما حاولتش تكسابه المواطن ده حاولنا بس هما كمان اصلا هما كمان جمدين يعني جمدين دفاعين ووجمين جمدين فرقة جامدة مش سهل يعني برضو ما بلعبوش الكرة المفتوحة اوي النهاردة تقدر تقول لا ده برضو محافظين وبيرجعها بسرعة وبيقفلوا كويس وكلها زي بعكس هولندا عكس انجلترا يعني هولندا تتسمرت نومهم هاجمينك عملت هاجمه مرتده شام ياكل لعيبه لحسام حسام ساجل منها فانجلترا يمكن برضو كسبتنا يمكن واحد سفر بالهدف الكرة عرضية ويمكن هدف واحد سفر بس ايرلندا مالك اتصعب كنا ممكن لو كسبنا ايرلندا كنا دخلنا كنت اهلتوا لدور التاني طيب احساس الجازة الفان ورايح بتقولي تعالم هي فيها فرحة وسعادة بس ما بتبقاش بالقدر الاكبر لانت عندك مسئولية هي مسئولية مسئولية جبيرة اللي انت بتتحمل مسئولية برضو جماهير مصرية بتتحمل جماهير مصرية واعلامه ودائما بتتحمل ان منتخب مصر ده لازم يكون موجود في الفيلد النهاردة ليه اسم ليه تاريخ ليه النهاردة كيان فدي بتتحملها كلها يعني تحملها كلها برضو مبتلاش النهاردة مجرد اشتراك بكسل عالم فرحة وخلاص لأ مسئولية كبيرة جدا جدا طبعا طبعا طيب المجموعات اللي قدامنا كسل عالم للاندي المجموعة الاولى اللي فعل نادي الاهلي مع بالمراس وبرتو وانترميني ان شاء الله الاهلي ان شاء الله شايفها ازاي ايا فهو يعني شايف ان انا يعني انا وجهة ناظري يعني وجهة ناظري ممكن بورتو والاهلي ان شاء الله بورتو والاهلي رغم ان بالمراس من الفرق الكبيرة في امريكا الجنوية انا بقول لك انا وجهة ناظري يعني بورتو انت شايف بورتو اهم من بالمراس بورتو والاهلي ان شاء الله طيب اللي افتتاح ما بالالاهلي وانتر ميامي ميامي فيه ميسي وسوارز لألاهي بردو بالنادي الاهلي. النادي الاهلي السلوب. ليه كان النهاردة مش اعتمد نهاردة على فردة وفردين فرقة. لا نادي الاهلي ليه اسلوب ليه كيانه ليه تكتيكه عندك عنده لو لعيبة مميزة الحمد لله يعني فبينه وبينك موجود ميسي وسويرس بردو في انتر ميامي. مش هيكل النادي الاهلي قوي. والنهاردة برضو مستر كورر هيفكر كويس قوي. النهاردة ميسي كيفية النهاردة تقدر.. تقفل. تقفل إزاي اللي؟ لازم لأنه طبعا لعيب مهاري لعيب النهار ده ليه رؤية لعيب النهار ده في الدربة السابتة بيسدد لا لعيب لا ما تقدرش حد ينكر أنا هسجل كابتن فتحي رأيك مجموعة الأهلي بورت والأهلي طيب ونلتقي بعد نهاية شهر ستة إن شاء الله ربنا يدينا وديكتلت العمر